بصي أنا بما إني أعدتك إننا أكون صريح جداً جداً أحكي لك فترة طفولتي يعني أنا مثلاً دي معلومة أنت ما تعرفيهش خالص على فكرة أنا أبويا وأمي ربنا يحفظهم لي يعني تجوزوا ثلاث شهور ثلاث شهور؟ ثلاث شهور ونفصلوا وأنا اتولادت لقيت نفسي عايش مع أمي وجدتي ومعرفش أبويا خالص خالص ولدرجة أنا كنت أفكر إن نجوز خالتي الله يرحمه يحسن إليه هو اللي أبويا وكنت بقوله يا بابا أي بس ظهر ما كانش يعني في ناس عادي بتنفصل بس الأب بيبقى موجود في الحياة أه ما أقول اللي حصل إيه إن أنا بعد ما أمي ولدتني سنتين كده أما طبعاً كانوا منفصلين فما كانوش يعني قريبين قوي وبعدين أمي كانت الظروف مش تمام يعني فاضطرت إنها تروح إعارة يا أمي دكتورة تروح إعارة لنيجيريا نيجيريا نيجيريا أه وأنا كنت تقريباً أربع سنين أربع سنين ونص حاجة كده يعني فروحت نيجيريا أول حاجة على اللي مهنة أصلاً أول ما وصلنا البلد جملة معينة كده اللي هو تيك ماي ماني بط دون تيك ماي لايف فأنا طبعاً أنا مش فهم حاجة أنا عائل صغير تافعي أنا مش فهم أي حاجة خالص فأمي كانت مرعوبة جداً جداً مكناش نقدر نخرج بالليل دخلت المدرسة هناك تقريباً سنتين سنتين وماذا تشفيوا مصر خالص ترجمة نانسي قنقر